بينما المترفعون الإسرائيليون يلون أعناق الحقائق أمام محكمة العدل الدولية هربا من تهمة الإبادة الجماعية يتعسف مسؤول حكومة الاحتلال في إدخال حتى شربة الماء إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ظروف مفرطة في الصعوبة فرضتها حكومة الاحتلال حتى على توقف الأمم المتحدة الإنسانية التي لم تعد قادرة على الوصول إلى الشماليين بالمساعدات الغذائية أو حتى الطبية تطبيقا لقرار مجلس الأمن الذي أقره حلفاء إسرائيل أنفسهم لكن حتى القرار الذي من المفترض أن حلفاء إسرائيل مرروه لأسباب إنسانية واجهته حكومة الاحتلال بمستوى من لا إنسانية يتجاوز الفهم على حد وصف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أندريا ديديمونيكو إن وصول أي نوع من الدعم إلى حماس يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للإسرائيليين لكنهم كانوا منهجيين للغاية في عظم السماح لنا بدعم المستشفيات وهو أمر يصل إلى مستوى من اللا إنسانية يتجاوز الفهم الوقود لا يحتاج إليه الفلسطينيون من أجل رفاهية استخدام السيارات فقد عادوا إلى استخدام الدراجات الهوائية وعربات الكارو لكن يحتاجون إليه من أجل تشغيل الكهرباء في المستشفيات التي لا تزال تستقبل الجرحة والشهداء من قراء استمرار جاشي الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وهو ما أكدته المتحدثة باسم المكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان صلتنا الضوء مرارا وتكرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين عند تنفيذ الهجمات المفاوضة السامية شددت على أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى التعرض للمساءلة عن جرائم حرب هكذا إذن عاد الجزء الشمالي من غزة إلى ما كان عليها من حرمان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع قبل نجاح الضغوط المصرية والدولية في إدخال كميات من المساعدات إلى سكان الشمال بالتزامن مع هدنة تبادل الأسرى والمحتجزين ترجمة نانسي قنقر